السلام عليكم اعلا وسهلا تمنى تكونوا بخير وعلى خير يلقاكم الفيديو باحسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم اقراص البطاطا يجوم قرمشين لذات بزاف بلا بيض بلا بزاف المكونات سهلين هكا السراع اكيد سيصلحوا لكم اما العشاء اما هكا اللغضاء اما صندويت شات الخارجات اما الوليدات المدرسة سهلين والذات بزاف ومعروف ان البطاطا عزيزة على الكبار وعزيزة على الصغار اكيد وهي منقضة المواقف الصعبة هنا اخذي ثلاثة الحبات بطاطا حمراء متوفراء بثمان مناسب وصراحة جديدة وزوينة تنغسلها مزيين مزيين تزين نحيد ماذيك التربالية تكون فيها وتنسلقها بالقصرة ديالها يعني كنفض الخصوصا في الوصفة حاولوا انكم تسلقوا بطاطا بالقصرة ديالها اي نوع عندك اما بطاطا البيضاء اما الحمراء بطاطا البيضاء بغيت تدير الوصفة اكيد يمكنك انك تديري بطاطا البيضاء سافي سلقتها بالقصرة ديالها حتى تسلقتي مزيين وطابس بعد وانا حيتها مباشرة كنحاول ان نحيدها وهي سخونة وكان اخذيك الادات هكا باش نحاول ان البطاطا ديالين معسها وتوليليها بحال شكل ديال معقودة يعني بطاطا هكا يكطيب مزيين باش من نسلقت مليتان اما بشوكة بفورشيت باي اداة عندك انتي وكتفضلي يمكنك تديري حتى ايديك ستكون سخونة شوية بزيف لانا يجعلتها حتى بردت ومن بعد عددتها تمنعسي فيها من بعد ما تبرد لينك تعصي يعني ما غديش تمنعسلك بكل سهولة سافي مباشرة اندير الملح دائما الملح على حسب الضوء دائما الملحة حتى نسلق بطاطا لا تدريها تسلق بطاطا لانا من بعد القشرة تتشرب لك هذه الملحة وبالنسبة لبطاطا من الواسطة لا تجيش ملحة مزيين لانا من الأحسن تتسلقي بطاطا بعد ما تدري الملحة على حسب الضوء بعد ما تدري فورفول اسود ويبكي لك تدري اي مناسمة تفضلي انا فقط تدريت مكاونات تصدقوني جاءت لديدة و جاءت بنينا بزاف سافي مباشرة ملسبة لي انا ثلاثة الحبات بطاطا الكبار حاولت اندير ثلاثة المعلقة لانا من الأحسن لانا نشا نشا من الأحسن يأتي خفيف كل حبة من البطاطا تدريها مع القضية النشا لا تدري تجربة الوصفة تعودها بالدقيق تدري ثلاثة المعلقة نقود الدقيق الدقيق الابيض لغاية الدقيق الكاملة الذي يكون الدقيق الكاملة لكي لا تصدق نهاية سوف نحاول اني نخلطها بعد ما كدفاليه يعني كان قدر اني نخلطها كبيدية حاول اني ينسجم ودوك العناصير مزيان مزيان داكل ناشا هكا ما يبقاش كيبان سوف ينشكل فيها كويرات صراح هذه البطاطات تجيزوينة بزيف خصوصي اخوات لي متى تنجح معاهم هكا معقودة او اللي عندهم حساسية من البيض يعني متى يبقاش يديرو هكا لك غطان دي البطاطة والبيض يعني هذي اقتصادية وسهلو كجيزوينة هكا تديرو صندويتشات الخارجات اكيد ان شاء الله انت منه مربحي بعدين هذي الوباء كيكونوا هكا خارجات لانسان يديرهم بصندويتشات سراعي بسلاح السهلين ممكنك تحتفظي بهم هكا في المجميد وقتاش ما بغيتي تجبديهم وتقليهم يمكنك حتى انك تديروهم كصندويتشات او في الهومبرغون خصوصا اخوات لي متى تشعرون عنهم كفتا او ما كيبغوش الكفتا تعودوا ديك القطعة ديال الكفتا هكا بقطعة ديال انا حاولت اني ناخد شوية ديال الجبل الاحمر حاولت اني نحكو او تديروا قطعة لي تكون هكا صغيرة باش يبقى غير في الوسط كنديروها كفوسط يعني العجين ديال البطاطة ديالي سوف يكن بقى هكا كندور خديت واحد بصيل حاولت ندهنو بشوية ديال زيت باش ما تتلخصقش ليوم مرة مرة تندي الزيت في الدياك باش ما تلخصقش ليوم نشكل كويروس ليكونوا زوين انو يكونوا مقدين وكل الوجه ديالهم هكا ملاس ميكونوش مش انتفين يعني يكونوا دائرات دي او اقراص ديال البطاطة اللي يكونوا مقدين في شكل ديالهم حاول انكم تدونوه كيش شوية يدوكم بزيت من النباتية غيش شوية القليل فقط بزيت زيتون مش مشي مشكل اهم غيدك بطاطة مش مسبقاش كتلصق لنا في دينا سوف في مباشرة كنقدومها كفوسط بصيل انتي مكلا كلا درتوا حالكم كمية كتيرة بيت تحتافضي بها حاول انك دينهم هكا كفوسط بصيل حاول انك دينهم هكا كفوسط بصيل ملاحسن يكون بلاستيك دخلهم المجمين حتى كيتجمدهم بعد تحتافضي بهم في بلاستيك غدائي سوف يكون مباشرة تجبديهم كيش شوية و تبدأ كيش تقليل الحاجة اللي يزوي لانما تنقلل وشبه كمية الزيت اللي كتير بزيت يعني كمية قليلة و يجب صراحة محمر و يجب صراحة مقرمشي بالنسبة لجبن هكا يكون في الوسطة هو صراحة كيش يتعليك ويعطي مداخل يزويد اخواتي مغيكوش مشو فرم جبن كان اكد انه ماشي ضروري وكا اعطي صراحة واحد تعليك في وسط البطاطة دينا ولكن انتي لما مباشرة بعد ما كان بدأ نشكلها كان بدأ نقلي هنا المقلة عندي زيت اللي سخونة مشي ضروري يجب كمية دينا الزيت كتير بزيت يعني كمية غي قليلة و كان حاول اني كان دير الاقراس دينا بطاطة دينا لحسب المقيلة دينا شح الكيمية اللي كان دينا كان اكد ان النار دائما ما كتكونش مهيلة باش مشي تشربوش لي ناز الزيت كياخدوا وقس وما تكون شمار تافعة باش مشي تلهبو لكم بقو لكم هكا كامل دخل شوية بطاطة مزبقاش مقرمشي لعدم الاحسن تكون عافية متوس حاول ان نقلي فيكم 1 بشكل وكياخدوا هناك مشي تشربوها لمدة 2 بشكل وكياخدتك أكد ان النار مل احسن انها تكون متوسطة و مهيلة وليس بتغفوش من دليل السفع نحاول انا نقليفهم ناخد واحد بصيل و نفرش لها كالورق خاص بالمطبخ لكي تشرب لنا كالزيوت لكي تسقطروا و نضيف لنا نهائيا الزيت لانا نضيفه الناشا وهي كتخلي ان ذاك الزيت دينا متشرب لنا خصوصا فهذا اقرس بطاطا صراحة فكرة اللي زوينة ساهلين و سراع ممكن لكم تديروهم لأي حويجات كتبغو تقدموهم هكا اما مع السمك اما اللي بغتوا تديرو متو مرة هم سراهلين و سراع كي ياخدوش الوقت بالنسبة للقياس ديروهم كبار و لا صار كي يبقى على حسبكم سوما بالاحسن ما ديروهم مش صغار بزاف و ما ديروهم مش كبار يعني بزاف هكا كي يجو حلوين و كي يجو صراحة زوينين بالنسبة لي انا قدمتم صراحة كساندويتشات حاولت انني ندير شوية ديال الخص و شوية ديال البطاطا شوية ديال السوس اي سوس انتوفره لك و كي يجو صراحة زوينين بزاف و كي يجو انا قطعت معكم واحد القياس شوفوك كي يجو داك الجبن محددو بقي سخون كي يجو معلك في الوسط ديالهم ساعة كي يجو ولا الواح خوات اللي قاقوا لي وش نضيف الموزاريلا اكيد ممكنك تضيف الموزاريلا موزاريلا مستعطيش واحد المعدة كزبين بحل فرماج الأحمر ولكن ستعطي ديالك تعليك يعني اخوات اللي بغيوا ديرو ديالتك تعليكة يمكنكم ديرو الموزاريلا غيب النسبة للموزاريلا حاولوا انكم تحكوها مزيان 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 باش هكا ما يخرش لكم هداك الجبن و اقرص البطاطا باش ما يتترطقوش لكم الاحسن ان العافيتكم متوسطة يعني الى كانت العافية كاميرتاف عارة غيضي الترطقو لنا مغيبقوش محافظين على شكلهم هما كيف مما قدينهم كيف مما كان بقاوليها دم الاحسن انكم تتقدوهم مزيان 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 سافي كان بقى نستمرها كا حتى كان قليل كيميا اللي عندي كلها را كي يجو صراحة مقرمشين و كي يجو زويني زويني بزاف و ساهلين و سراع اهم الحاجة اللي كان في هذا الفيديو انه مساعدين و سراع و صراحة لده دبنان و بلسبة الكيميا دي الزيت يمكن لكم الدراغي كيميا قليلة فقط هكا كتقري وباحتك يتحمروا لكم من جميع الجهات كانت من الفيديو يعجبكم من الاعجاب ديالكم شكرا لكم على حسن المتابعة الفيديو ديالنا هادي هي النهاية دياله شكرا للا اختكم على حسن المتابعة ديالكم تعاليكم اذا خليتكم على خير وخليت لكم الراحة مش شكرا لكم